اشتركوا في القناة وقد ضرب الكافرون امثالا في الانكار والجحود واعظم ما اتخذوه حجة في كفرهم بلقاء الله ان من مات وصارت عظامه رميما باليا لا يصدق عقل انه يعود حيا فيبعث من قبره جاء رجل من اكابر قريش النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو ابي بن خلف وقيل انه العاص بن وائل جاء يحمل في يده عظما رميما باليا التقطه من الارض مناديا باعلى صوته يا محمد اتزعم ان الله يبعث هذا واخذ يرمي فتاة العظم البالي في الهواء يستهزئ بالبعث وإحياء الموتى ويزعم ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله منطق ولا عقل فقال له النبي نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزل قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سخرت الآية من حجة المنكر بأن العظام الرميم لا تعود إلى الحياة من جديد وذكرت كل إنسان بأصده الأول وأنه كان نطفة لا تساوي شيئا ثم اشتد عوده فأصبح خصيما مبينا يحاجج في أمر الخلق والبعث وقد خلق من عدم نزل القرآن ببرهان عقلي يضحض مزاعم الجاحدين فمن أنشأ الخلق من عدم أول مرة وخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين قادر على أن يحيي الموتى من قبورهم وقد صاروا عظاما بالية وهو سبحانه بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر